أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن خالد جدالة زي كابتن خالد أهلاً بك كابتن إسلام والله الحمد لله كابتن خالد النهاردة يعني بيقول لي شوية كلام رائع كنا نتكلم عن مباراة الأهلي والترجي طبعاً في بداية كلامنا وحنتكلم عنها أكتر النهاردة ولكن كنا أيضاً بنتكلم عن مباراة الـ Sun Downs والوداد المغربي وكان رأيه فيها وحياخد رأي كابتن خالد في كل هذه الأمور لكن الأول خلينا نبارك لفريق كرة اليد رجال بفوزه على سبورتينج النهاردة 32-28 في منافسات المجموعة الثانية في ختام الدور الأول وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية اللي بينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبدالله الفيصل وكالعادة طبعاً بنبارك لأوباركنا طبعاً لفريق السيدات بفوزهم بدور السوبر الحمد لله كابتخلد يعني الأمور ماشى في ألعاب الصلاة تحديداً قبل ما نخش على الكرة الحمد لله الأمور جاية الأمور أكتر من رائعة يعني كل الفرق الحمد لله نتائج هيلة بطولات كبيرة جداً مستوى رائع نعم وده ينم على رئيس نادي رائع كالتن محمود الخطيب مجلس إدارة رائع بيبص السعادة والفرحة لجماهير النادي الأهلي والأعضاء الجامعية العمية فحاجة جميلة احنا بنعيش أهم حلوة جداً على مستوى كل الألعاب بطولات كتيرة مستوى مشرف وعلى فكرة أنت جت على فرقة الهندبول لأن أنا متابع جيد الألعاب الصلاة جيد جداً فعلاً ما بفوتش ماتش يعني كل ماتشات اللعبة النهاردة أنا شفتها ما عدا ماتش الهندبول ما كملتوش كنت في الطريق ولكن أنا عندي إحساس بالمدربين الكويسين أنا بحسهم مدربت عن نادي الأهلي الموجود بتاع الهندبول ديفيد ديفيز هايل أكتر من رائع ليه لأن اللي عملوا في الفرقة أو التطوير اللي حصل في الفرقة هو عرف عيب كورت الياد المصرية البطقة إحنا كل لعبنا بقى فاست بريك كله سرعة كله سرعة فخلاً أنت بتكسب أي حد يعني كل هجمة بتقطع بتروح بجوان هو ده بقى فكر مدرب وهو ده التطوير اللي عملوا مع اللعيبة وغير شكل اللعيبة غير شكل جيمات الهندبول اللي كنا منفرج فيها يعني إحنا فرقنا نادي الزمالة كيمكن في الأوقات اللي فاتت كانوا هو اللي فارق طبعاً إحنا فرقنا بإيه بديه الفاست بريك كل اللعب فاست بريك اللعب الهجمات المرتدة السريعة وخلي بالك الهندبول الكرة فيها من الهندبول كتير في الحتة دي في حتة إزاي تنتقل من ناحية فعال الهجومية وده اللي عملنا في مجرد ترجي ده برضو من وجهة نظري الحاجة اللي مش تقليدية الحمد لله نتيجة رائعة كسبنا الترجي 3-0 بره ملعبنا ترجي زي ما انت قلت فرقة كبيرة ليها تاريخ بغض النظر عن الظروف اللي كانوا بيواجهوها بس ده مهم جدا يا كابتن يعني هل النادي الأهلي فاز على الترجي لأن الترجي مستوى الفني سيء لا طبعا لأن احنا كنا كويسين جدا والمباراة دي بالتحديد من وجهة نظري أنا هقول على النادي الأهلي النادي الأهلي العالمي لأن أنا قبل المطش كنت في أي لقاء في تلفزيون في أي قناة كنت بقول أتمنى أن أشوف فرقة النادي الأهلي بتلعب الكرة الحديثة زي أوروبا صحيح بمعنى إيه وإحنا معناش كرة بنرتدل الدفاع كله ساعة ما بنقطع هي دي بقى اللي كانت نقصة ودي يعني اللي كانت نقصة وكان نفسي أشوفها عملناها المطش اللي فات بشكل هايل ويمكن الجون التالت اللي شفنا حاجة الجون التالت يدرس يدرس من الانتقال التحول السريع من ناحية الدفاعية لناحية الهجومية وده لو اللعيبة بإذن الله وده طبعا فكر مستر كولر لأنه هو كان بادي الكلام ده حتى في كاس عالم الأندية مع فرق كبيرة وفرق قوية ما لعبش جيم دفاعي لا لعب جيم دفاعي هجومي ولكن مع ريال مدريد لعبنا كده مع فلامينجو لعبنا كده هل تقصد نوعه بيحط شكل للفرقة بان في الكلام بان مبارح بان في مطش الترجي بشكل كبير جدا أنا أتمنى نستمر على هذا المنوال حلو جدا الكلام ده أكتر ولكن كلامنا فيما يخص أنا دايما كلامي بيروح للنحية من يحاول أن يقلل من فوز النادي الأهلي فأول حاجة حيقولها إيه الترجي ناقص التلاتة أربعة والترجي فنيا في الملعب لأ مش عارفين يقفوا ما عندهمش مهاجة لا سمعت بس يعني باتحك يعني باتحك باتسمع من هنا وطلع فنيا النادي الأهلي قوي إحنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله فرقتنا قوية ولعبتنا قوية عندنا مدير فني رائع عندنا مدير قورة رائع عندنا مدرب عام سامي أمصان رائع لعيبة في تنافسية بينهم قدت أن مستوى كل لعيف فيهم بقى هايل بقى بقى طبعا التنافس الشريف ما بين لعيبة أنت عندك في كل مركز اتنين وثلاثة لعيبة في رؤية الفنية بينهم بسيطة ما تعرفش مين حيلعب وحتى لما مستر كولر بيعمل روتيشن أو عملية التدوير بيقعد واحد وبيلعب واحد أنت بتحسش أن فيه فرق وده طبعا يرجع برضو لمجلس قدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب نجاح كبير جدا أنه هو دعم الفرقة بشكل فني على مستوى رائح طيب يبقى بقى نروح خلاص لأنه أنا الحقيقة برضو كنت أتمنى أن أنا أسمع أن الناس بتبارك للنادي الأهلي على أداء لسه أصلي خلي بالك برضو هناك البعض يقول لك أصلي نادي الأهلي برضو في المباراة النهاية طب يا جماعة هو على فكرة التراجي ده واحد من أهم وأعظم الفرقة مهما كان ظروفه مهما كان أموره مهما كان استقالات كابتن نبيل معلول استقال وعمل ولكن في النهاية يظل التراجي واحد من العظماء في أفريقيا وبالتالي ما بتعرفش كونة القدم يا كابتن خالد طبعا يعني حضرتك أستاذك في هذا الأمر لا مش مضمونة المباراة اللي جاية صعبة ومش هتخلص غير مع صفارة الحكم وانا عارف أن النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي لا وصلوا المرحلة من الخبرة بشكل كويس جدا بيقدروا يفصلوا وبيقدروا يقيموا الأمور صح يعني هم هيقيموا الماتش اللي جاي في صورته الطبيعية وطبعا مستر كولر والجهاز الفني والجهاز الإدار ما هي صورته الطبيعية كابتن صورته الطبيعية معلش أنا يمكن كلامي حيبقى مختلف عن بس أنا حيبقى بدري أنا كان نفسي أقول الكلام ده مثلا يوم الأربع بس حيبقى بدري التعامل مع الماتش اللي جاي إزاي أنا مثلا ساعات لما بسمع مثلا الناس بتتكلم في برامج أو بتاع لسه من يومين يقولك النادي الأهلي ينزل يضغط ويلعب يعني ليه يعني أنا أنا باتكلم دلوقتي لأن دي شغلتي طبعا طبعا واشتغلنا القصص دي اللي تحسه طول عمرك طبعا المفروض ترجع 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 يبقى أنا أساسي إن أنا أدافع كويس جدا ويبقى فيه تركيز على الهجمات المرتدة لأن لو عملنا الكلام ده كل هجم حنجيبها جود لأن حتلاقي المساحات وحتلاقي لإما الترجع لإما يلعبه بسيناريوين لإما يبقى خايف عشان ما يتغلبش ويبقى شكله مش كويس فهيتحفص في اللعب أو عايز يعوض وثلاثة صفر كتير فحييجي هجم عليك حيندفع في الهجوم حيبقى فيه مساحات إنت إزاي بقى تصطادوا في الحتة دي إزاي بس أساسي إن أنا أدافع كويس جدا وإزاي الهجمات المرتدة اللي أنا كنت لسه بكلمك فيها اللي عملناها الماتش اللي فات بشكل كويس جدا زي الهدف الثالث اللي إحنا جبناه مش ممكن العكس نفاجأ بالنترجع خليباك ترجع يعتبر معين المدير أو المدرب العام كمدير فاني مقر مجد تراوري لغاية لما يشوفه المدرب ما عندهمش حاجة يبكوا عليها ولا هو بس هو يعني يقولك إيه أنا روح ألعب الماتش ده أقفل هو يعمل العكس يعني يقولك إيه أنا أقفل واستنى شوف الأهل هيعمل إيه هنستنى شواء براحتنا يعني مش مستعجلين حقيقي واحنا مش مش الفترة اللي للي نبقى اللي مش مستعجل لا مش مستعجل نستعجل ليه أوكي ويعني يبقى الماتش لأ مش إحنا اللي نستعجل مش إحنا اللي عصبنا أوي يعني حالك عايز أنا عايز يعني سوري في الكلمة يعني بلغة الكورة عايز أصطاده عارف ازاي أصطاده تعالي أنا كاس بان تأت صفر وامسك الكورة واحتفظ بالكورة وانقل الكورة زي ما عملناها هناك عملناها بشكل هايل محترم جدا جدا بس عملناها كسبنا حاجتين ان انت مستحوز على الكرة وان انت في يعني بتدافع الكرة معاك فمش هيجي فيه جواه ولكن لما نستحوز ومبقاش مستعجلين تمام نمر واحد هتضمن مفيش احتكاكات مفيش حد هيتعوق انت تشوفه هو خليه هو يجيلك خليه هو يجي وبعدين عشان نصطده بعد كده لان انت دلوقتي نوعية اللعيبة اللي عندنا بالذات التلاتة الفراودة عندهم سرعات سواء حسين الشحات سواء قهربة سواء كرسي تاو احمد عبدالقادر كل الكلام محمد شريف كلهم عندهم سرعات انتباسة اتنين بتوصل لمرمى الفريق المنافس فاحنا المطش اللي جاي انا مش متساربعين دي وجهة نظري في التعامل انا ايه اللي خليني انزل واضغط وقع عشان انا كده كده حكسب مش معنى كده انها مش حكسب لا انا كده كده حكسب بس حكسب بالعقل بالظبط كده زاد ان احنا عندنا بعد كده فيه ثلاث مطشات في الدوري وراء بعض مش كده بعد المتش ده صحيح فيعني هي الامور انا متهيق لي انا متهيق لي السيناريو اللي انا بتكلم فيه دوا ممكن احنا نشوف ماشي يعني هي وجهة نظر وتحترم طب نرجع مرة تانية لمباراة الاهلي والتراجي الاولى هذه المباراة بعد اول خمس دقايق احرصت هدف وتقريبا المباراة فتحت قدامك شفت اداء النادي الاهلي فنان بقى جوة الملعب احنا شايفين انه حلق شايفين انه عمل واحدة من الابضل وبعد كل حاجة ولكن جوة الملعب التحركات التغييرات اللي عملها يعني هو عمل هو في الطبيعي بتاعه بيبدأ التغييرات التغييرات في دقايق ستين السنة النهاردة او في هذه المباراة بدأ بعد الدقايق خمسة وسبعين ايه التغييرات اللي حصلت من وجهة نظرك لان احنا اللعيبة هو كان مبسوط جدا من الاداء سواء الاداء في النواحي الهجومية او الدفاعية احنا جبنا جوم من اول اربع دقايق صحيح نمر واحد الاعداد النفسي بالنسبة للعيبة للماتش كان على اعلى مستوى واكبر دليل على كده ان انت في اول خمس دقايق قدرت تجيب جوم اللعيبة نزلة مش خايفة ولا عمل حساب مطش بره ولا على ملعبها لان الكرة دلوقت مبقاش فيه مطش على ملعبها عدم وجود الجمهور برضو فرق لان احنا لعبتنا تعودت انها تلعب قدام جماهير بعدات غفيرة وقابليها لعبنا قدام الرجاء وكان الملعب مليان وبالعكس كنا يعني كل ما بتزيد الجماهير كل ما سقطت لعبت النادل الاهلي بتزيد فهو كان شايف ان اللعيبة قدت بشكل كويس جدا في النواحي الهجومية وفي النواحي الدفاعية هيغير ليه الدنيا ماشية واللعيبة فايقة حتى من ناحية البدنية اللعيبة خفيفة هنبص اللعيبة لقيه خفيف ما بيجرش في رجليه فايق ما بينهكش لما بتيجي عليك كاميرا بيجري رايق بتحرك بكورة بتحرك من غير كورة وبعدين الفرقة شكلها تحسن بشكل كبير جدا بسبب ان فيه تحرقات بدون كورة محدش ملتزم بمكانه يعني انا بفضي نفسي بهرب من الرقاب فاللي معاك كورة بيلاقي حل واثنين وثلاثة يقدر يتصرف فيه فقدينا بشكل كويس عشان كده التغييرات اتأخرت هو لو كان عليه انا كنت حسس بيه هو مش عايز اغير عايز اكمل كده احنا مشين كويس عمليين بنجيب جون في اتنين في تلاتة الاداء على المستوى الهجومي والدفاعي حتى على مستوى الاستحواز وعلى مستوى الثقة الامور ماشية حلوة جدا ولكن هو بدءا من ديئة 75 ابتدى يغير اهدار بعض الفرص السهلة من وجهة نظرك بتاعت كهرباء لا كهرباء وفي واحدة احمد عبدالقادر وفي واحدة اسهلهم كهرباء اسهلهم كهرباء طبعا الاولانية لايه بعد الجون الاولاني بعد الجون الاولاني وكانت مهمة جدا في توقيتها طاهر برضو واحدة لو عملها لشريف لو عملها بالعرض لشريف في الاخر ده انت وانت كذبان تلاتة انت فرصة احمد عبدالقادر وفرصة طاهر وانت كذبان تلاتة صفر فده يأكد الكلام اللي أنا بقوله ولأنا عرفته كمان أنه هو هيعمل محاضرة كولر يعني هيعمل محاضرة لعيبين ويتكلم معهم بخصوص إضاءة الفرص السهلة طب لو مش كسبانين ثلاثة كنا عملنا إيه تبقى مشكلة لا الفرصة في الماتشات المصرية في البطولات الكبيرة فرصة يعني جون نص فرصة يعني جون وهذا اللي بيفرق لعيب عن اللعين صحيح فرصة كهرباء كانت أسهلهم كان توقيتها مهمة جدا لأن 1-0 وتغطي بجون تاني كان حتخلص الماتش ولكن يمكن الوضع التشريحي بتاع جسمه قربة كان غلط يعني هو لعبها برجل الشمال ووضع مشكلة أنا على فكرة بخدت يعني ما فيمتهاش أنا ما فيمتهاش أنا قلت إيه القرار اللي هو أخده عشا أيلعبها كده كان عنده حلول تانية كتير جدا قال لي أكت تحت رجل يا كابتن فأنا شطها على طول عنده حلول كتير جدا لا لو هي تحت رجل وشطها على طول أشطها بش رجل خارجي بقى يعني عملها كده بس تلف كده لا كان تحت رجل الشمال لو بيقولي أنا لقيتها تحت رجل الشمال فجأة ممكن في حاجة جابتها كده هو كان ما كانش فيه مدافع بيجري وراه ولا أي حاجة كان لوحده ولكن هي بتحصل جاب جاب إجوان أصعب من دي كتير لا بكتير إنما هي بتحصل وبإذن الله يمكن ماتش الجاعة يعوضها بإذن الله أكبر دليل على كلامي وإنه إحنا كذبانين 3-0 إزاي إن إحنا عملنا التحول من الدفاع للهجوم على أعلى مستوى رائع زي الفرق العالمي طاهر مضيع كورة لو عملها بالعرض الشريف هيجيبها جون سهل جدا عبدالقادر أحمد عبدالقادر مضيع هدفه لا عزي رقص فاللعيبة بتلعب ونفسها مفتوحة وخفيفة في الحركة وفهم التاكتك اللي الراجل عايز ينفزه وبينفزه وأكيد في التمرين اتمرنه عليه مرة واثنين وتأسي دا تعود إن إنت لما الكورة تطقطع إزاي تتقدم ومين اللي بيجري يعني في الفاست بريك دو أو الكاونتر أتاك أنا جيت في التسعينات في أهر التسعينات كان عندنا في ريتاندبول جامدة الأهلي كان منتخب مصر أه والأهلي طبعا كان مدرب ألماني اللي مسك المنتخب وكان الدكتور حسن مصطفى هو رئيس التحضر فقابلته مرة في النادي قلت له عايز أروح أتفرج على التمرين قال لي ليه قلت له أروح أتفرج بس فأروحت تفرجت قال لي المواعيد رحت واتكلمت مع الراجل ألماني على الفاست بريك بتاع الهندبول عشان كده حالك كنت مركز طبعا فقلت له لما الكرة بتطقطها هل أنت بتبقى محدد مين اللي حيجري قدام ولا هي بتبقى قال لي لأ طبعا باب محدد بص قال لي إيه في الحتة دي في تشابه بين الهندبول والكرة بشكل كبير مع اختلاف المساحات طبعا قال لي لما بنيطع الكرة من ناحية الشمال قل ريدي اللي ناحية اليمين هو بيجري سبرينت قدام ما بيبصش بيجري سبرينت عشان هو اللي حياخد واللي بيقطع من الجنب ده بيبقى عارف أنه هو هيلعبها للجنب التالي وده غالبا برضو اللي بيحصل في الكرة عايزين نتعود على جدا يعني تبقى مش مرة واتنين لا عايزين يبقى على طول هو ده التعود أن اللعيبة تلعب بهذا المفهوم وبهذا النمط لأنها دي كنت القدم الحديث فأنا بعد ماتش بتاع الترجي سعيد جدا بالنتيجة سعيد جدا بالأداء ولكن ساعتي كانت أكبر بالشكل اللي النادي الأهل اللعب به لأنه شكله أوروبي حديث عالمي طيب أنا أصلي أنا عندي مشكلة في أنه هو مش عايز برضو أبص لمن يحاول أن يقلل من النادي الأهل لا أنا بس عايز أنا أرد عشان أسمعتك في الإنترو اللي قال بالحظ لا أنا أقول له بس إحنا ملعبش طاولة ولا بنلعب كوتشينة لا إحنا بنلعب كورة الكورة مايتقلش فيها حظ لو هو بيفهم كان قال توفيق توفيق أوكي إنما حظ ده في الطاولة لا والحظ بيجي للمكتهد برضو التوفيق هو توفيق بيجي للمكتهد توفيق بيجي للمكتهد اللي بيتعب أنا أعتمد يا جماعة حتى حتى لو أنا قلت بعد كده الحظ بيجي للمكتهد تقولولي توفيق طبعا إن هو التوفيق بالفعل لا طبعا طبعا الطاولة فيها حظ ممكن واحد بيقرز بتاع ماشي إنما في الكورة لا ده توفيق والتوفيق بيجي للي بيتعب والمكتهد واللي ربنا سبحانه وتعالى بيحس إن هو يجي له التوفيق يبقى معاه فإحنا الحمد لله ماشيين بخطة سابتة عشان فيه نظام وفيه احترافية في الأداء من ناحية كل الناس اللي موجودة فطبعا التوفيق لازم يكون بالمناسبة برضو الصحف التونسية دلوقتي لسه بيقولولي مش رسمي يعني ده كلام يعني في الصحف التونسية والمواقع التونسية إحنا بنتابع طبعا إيه اللي بيحصل في تونس عشان نعرف مين اللي حيكون المدير الفني للتراجي للمباراة القادمة حتى مجدي تراوي لم يتوصل فبالتالي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اللي هيبقى ماسك بعد هزيمة 3-0 وصغير حيبقى عنده دوافع أكتر من مدير فني كبير ليه بقى كبير؟ عشان يزبط نفسه يعني هو جاي على هزيمة فرقة خاصة 3-0 فلو خسر أو طلع ما حدش حكا يعني لو خسر 1-0 حيقول له كويس برفع ليك ولكن لو عمل حاجة طبع طبع فالدوافع عنده تخوف عشان كده لازم يبقى فيه تركيز مننا وفعلا المبرمج تخلص غير مع صفارة الحاجة أنا متوقع الحاجة يعني معظم اللعيب الحاجة لما كنت بتكلم معهم بريكلهم والكلام ده كله لا لا يعني لها كابتل لسه الماتش التاني وبنشوفه هنعم بقولهم يعني يا جماعة لسه بدري لا عدش يفكر لأن الترجي فريق كبير تقلت له تخيل لو اللي قدر الله العكس اللي حصل كدها تبقى الناس جاي القاهرة عاملة ازاي فإنه الموضوع صعب جدا 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 في المباراة القادمة وبالمناسبة برضه هو أنيس هو المدرب المساعد يعني هما كانوا اتنين موجودين مجدي ولا مجدي ما كانش موجود كان أنيس هو الموجود كمدرب مساعد للكابتن للكابتن علي معلول نبيل نبيل معلول هما تلتين معلول فما نشوف يعني إيه اللي حيحصل نحاول نتابع دائما الصحف التنسية إيه اللي حيحصل فيها لأنه في النهاية إحنا همنا على رأي حضرتك لو مدرب حيبقى عايز يعمل أي حاجة علشان بزرط هو كده كده ما ضع مش في دماغه لو كسب بتبقى يعني حاجة ضربة جمدة يا ريتك كنت موجود آه بالزرط لو خسر يبقى عادي لو خسر يبقى عادي ولكن مش هيخسر يا مساهل يا ربنا يساهل ربنا معانا طيب على الجانب الآخر شفت مباراة السانداونز والوداد آه تفرجت عليها ما رأي حضرتك آآ ماتش كان كويس فرقة الوداد عاملة زي فرقة الرجاء نفس السيستم شباب حيوية جاري لياقة فنيات قليلة الحلول الفردية عند اللعيبة قليلة ففرقة من وجهة نظري ما تخوفش ولكنها فرقة منظمة يعني بتلعب كوحدة واحدة ما عندهمش نجم ما عندهمش لعيبة عندهم حلول فردية بشكل يقلقك غير سانداونز سانداونز لا عندهم لعيبة عندها حلول وعندها مهارات وعندها فكر وعندها مساحة رؤية بشكل كبير جدا وعلى فرقة فرقة سانداونز اللي مميزها شوية كل اللعيبة حتى المدافعين مساحة الرؤية عندهم يا اسلام تعارف فيه لعيب كورة يبقى بيلعب شايف خمسة متر قدامه بس هو ده اللي شايفهم فيه واحد تاني يبقى شايف خمسين متر في واحد تاني يبقى شاف 100 متر كلما مساحت الرؤية عند اللاعب بتجبر حيبقى احتمالات ان هو يغلط حتى في التمرير قليل هم عندهم الحتة دي كويسة جدا على كل مستوى الفرق ولكن عندهم بعض نقاط الضعف اللي بإذن الله احنا نعدي مباراة الترجي ونعدي هذا الدور وهم لو وصلوا يبقى عندهم نقاط ممكن نستغلها بشاتر مباراة الترجي ونعسف مباراة السان داونز والوداد طرد لاعب واحد من اهم اللاعبين اللي رقم 35 ده انا بتفرج عليه بص بقى انا رقم 35 ده اسلام لو بيلعب بشماله اللي اطرد اللي هو دس على لعب الوداد اه الأصمراني شوية الأولاني اللي اطرد مش فاكر اسمه ميمي ميمو حاجة كده بس انا امتبعه من المطشاط اللي قبل كده ده من اللعيبة اللي اتمنى اشوفها في الندلال رقم 35 اشول في نص الملعب بلاي ميكر ولكن مش بلاي ميكر تقليدي مش على الواقف بيتحرك متحرك بصير على اعلى مستاية بيشوت برجله الشمال زي الدنات بيجيب جوان بيدي سروهات بيرجع بيدافع فالعيب متكامل فانا يعني لو حيتوقف ماتشين انا مبسوط جدا انه بإذن الله لما نوصل ملعبشه قدام رقم 35 35 لعيب كويس اه طبعا مطروض مني اتنين لعيبة لعيب وبعد كده بشوية اواخر الشهود التاني لعيب اخر ولكن مش باين على فريق سانداونز انه هو كان مطروض من عنده حد لانه هم تاكتيكي فاهمين هم جوه الملعب ما بيسرحوش اوكي يعني في حتة التمركز كل واحد بيلعب في المكان بتاعه بشكل كويس جدا ازاي بيقللوا المساحات لما اضطرد منهم اتنين قللوا وديقوا المساحات على فرقة الوداد وزاي ما بقولك فرقة الوداد ما عندهمش اللعيبة اللي عندهم حلول فردية يقدروا يتغلبوا على هذا الكلام فما بنش ان فرقة سانداونز بتلعب نقص يعني حتى الزيادة العادية فرقة الوداد ما استفادتش منها وليه ما استفادتش منها لان زي ما بقولك ما عندهمش اللعيبة الحلول الفردية عندهم ضئيلة جدا فريق السانداونز واحد من اهم الفرقة التي لا تعتمد على الاطراف بيعتمد دائما على على عمق اه ومع ذلك ومع ذلك كل مباراة بيجيب جوان وبيجيب جوان حلوة في ظل يعني مفروض يعني اللي احنا عارفينه في الكورة ان العمق ده هو اللي مقفول وهو هو ده من يقولك يلعب عن الجناد ده هو العمق اللي بيجي منه لجوان موه الجناد هم الاوفارات ده مساعد عامل مساعد بس لو ما عندكش حد بيلعب من ما هو كويس حتبقى كل الاوفارات دي عالفاض صحيح هم عشان لعيبة كورة كويسين وزي ما بيقولك مساعدة الرؤية عندهم هيلة كورة بيعرفوا يبصوا ما بيغلطوش في البصغر كل فين وفين تمام فهو بيعمل ايه زي ما احنا بنقول في محلين تطلع يقولك الفرقة دي بتعمل خلخلة لقط الدفاع يعني ايه خلخلة لقط الدفاع ما والناس ممكن ما تفهمش اللي بيسمع يعني ايه بقى هي الخلخلة ان ازاي انا طلع كورة على جنب من الجناب لان لما الكورة بتطلع على جنب الفرقة كلها بتحرك كده وزي رجحها تاني واخترك من العمق انت كده بتخلخل هو ده خلخلة قط الدفاع ان انت اطلع على جنب اخدها اطلع على جنب تاني كل ده انا بحرك الدفاع كده وارجعه كده وزي ما لو عندي ناس بقى بتعرف طباصي وتعمل وانطهات في مساحات دايقة هم بقى بيجيبوا لجوان من الحتة دي لان هم متميزين فيها جدا 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 فهو ده اللي بيعملوه انما اجنب اقفل العمق اقفل العمق ساندونز مش هيجيب جوان بيلعب بره مفيش اي مشكلة بره لان اخرط الكورة هم مبفعوهاش هو بيطلع كورة بره عشان يرجحها وره تاني عشان يدخلوه على العمق ويبتدي اخترق من العمق سواء بتزديد او بوان تو او بسروق اخطر لعبتهم اخطر لعبتهم بعد 35 في كابتن فرق في نص الملعب هايل هم بيعتبدوا دائما اعتقد كابتن خالد على نص الملعب اكتر بالزبط اكتر من الفراودة لان وبعدين عندهم ولد مبارح القصير سريع اوه ملعبش خالص مبارح فرود لعب ضدنا لعب ضدنا الماتشين لعب ضدنا الماتشين صحيح لعب كويس اوي برضو يمكن هو اععدوا مدخر للماتش اللي جاي هم عندهم هي فرقة تقيلة فرقة كويسة عندهم حرس مرمى رائع كمان ده بص انت انا مبارح هنا بتفرج يعني اكدت النفسي ان حرس المرمى ده اساسه لعيب ده كان لعيب شال واحدة كابتن شال شال واحدة اللي بدماغ اه صعب جدا لالفاول اللي اترط فيها اللعب اللي عملها بدماغه اللعيب الوداد وكادها تخش جون شالها شالها لأ شبال عبر رجله لأ الكرة التانية اللي المفروض يحطها في المقيد حطها في القريبة لعب برضو الوداد يعني اللعيب شالها برجله لا 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 فاهم بطريقة يعني ده اساسه كان لعيب كرة والأبوه حرس مرمى مش مو يعني اساسه حرس مرمى كويس عام كمان حتى ضربة المرمى اي ضربة مرمى حتى لو حتى تبني تبني من تحت بتلاقي حرس المرمى بيلعبها الباك من الباك لا ده هم بيلعبوله هو كرة عشان هو اللي يستلم ويمشي وباصي ما بيغلطش رجله مزبوطة وفكره عارف شبهني مباراها في التوقع عنده النسبة التوقع عالية جدا فكرني بالمرحوم كابتن سابت البطل في الحاجات اللي في العرض والحاجات اللي مطلعت كان بيتوقع بشكل كبير كان بيوقف يستنى الكرة فيه هو حرس المرمى ده كده لأنه هو أنا متهالي ده اساسه كان لعيب كرة وقلبه حرس مرمى لأنه مش ممكن اللي مهارة دي اللي يفرج ليه وفاهم وبيتوقع وعرف الدنيا ماشية هل حرس مرمى الترجي مباراة الآله والترجي اللي هو سبب في الحدف الأول بتاع بيرسي تاو يعني من أسباب خسارة الترجي فيما أنه كلم عن حرسة المرمى طبعاً مبارح وهو بيسخن وتفرج مع ابني في البيت عمر ابني قلت له عمر حرس المرمى ايه حرس المرمى ده بتاع الترجي فعلاً؟ اه طبعاً هو بعيد يعني معز بن شريفية فرق جامد جداً في الحتة دي من ناحية الخبرة ومن ناحية الوقفة والثقة وكل حاجة فطبعاً من مبارح هو من الأسباب لأنه دون المستوى يعني مش على مستوى نادي الترجي بتاريخه وبطولاته وكل حاجة لا حرس المرمى بعيد ما ينفعش يكون الحرس التاني بتاع نادي الترجي بالمستوى ده المدربين اللي مسؤولين عن نادي الترجي بعد المباراة قالوا بعد كابتن علي معلول يعني ما تكلم طلع المتبقيين معاهم يعني وحييجوا معاهم بكرة أو بعض القاهرة قالوا ان احنا هنروح نكسب النادي الاهلي في مصر لازم هيقوله كده ده حرب يعني يعني الكلام النفسي او الاعداد النفسي بالنسبة للعيبة زي الترجي فريق ليه تاريخ وفريق كبير مش هيصغر من نفسه لازم هيقول كده هنروح وحنكسبه الامل موجود يعني ده كلام الدارج طبيعي نفس الوقت برضو احنا هننزل ونكسب وعايزين نعدي الدور فمتبعي على الجانب الاخر الصحف التونسية اكدت ان الاهلي وصل للمبارة النهائية بيتكلموا واقعي واقعيا واقعيا وفنيا احنا وصلنا ولكن الكرة ما فاش كده الكرة ما فاش كده معني وصلنا بس الكرة ما فاش كده لا يعني فنيا لو هنقيس الفرقتين بالامكانيات بالفكر بالمستوى بالثقة بالنتائج اللي معمولة قبل كده لا النادي الاهلي احنا وصله ولكن مش هينفع نحط الكلام ده في دماغ اللعيبة او في دماغنا لا احنا هنلعب زي ما انت قلت خلصنا شوت ده شوت تاني هنلعبه ننسى الثلاثة صفر والنتيجة صفر صفر وننزل نلعب ونقدي بالشكل اللي احنا منتظرينه لان حيبقى في وسط جماهيرنا ولعبة النادي الاهلي لازم تفرح جمهور النادي الاهلي على ملعبنا مباراة الترجي برضو القادمة هل من المتوقع ان تشاهد تغيير سواء في الاهلي او في الترجي في الاهلي مش هنشوف تغيير لان الفرقة ماشية كويس هيكمل بنفس الشكل هيكمل بنفس الشكل عندي برضو حتة الساعات لما مثلا التلاتة تفندرات بيلعبوا في نص الملعب زي حمدي وزي ديانج وزي مروان عطي الناس بتقول ده بيلعب دفاع لا الكلام مش في الكورة كده يعني ايه بي دافع ولما يطلع واحد من دوله ينزل واحد بلاي ميكر يقولك ده بيه هاجم هي الكورة مش كده انا ممكن لعب التلاتة مدافعين في نص الملعب اساسهم بس ادي واجبات هجومية وما يبقاش فيه تمركز في المكان يعني كفاية يبقى واحد وانا بهاجم ممكن كفاية اتنين يبقوا موجودين سابتين عشان يأمنوا الدنيا والتالت زي ما بنشوف حمدي فتح بيتقدم وبيجيب جوان وبيشوت بالتبادل مرة حمدي مرة ديانج مرة مرة انا عطي المهم فيه تأمين وناس سابتة فمش معنا ان انت بتلعب بتلاتة دفندر يبقى انت بتدافع لا بالعكس طب احنا بنلعب بتلاتة دفندر كسلنا تلاتة بره ملعبنا وبنلعب بتلاتة دفندر دول فهي مش طريقة دفاعية كورة مفاش طريقة دفاعية وطريقة هجومية وانت معك المهام طبعا المهام يعني مثلا كابتن اسلام الشاطر بيلعب بك رايت انا ممكن مدير فني اقولك ما تقدمش خلاص مهام دفاعية سبعين في المية دفاعي تلاتين في المية هجومي وممكن اقولك خمسين خمسين فالمنظر بيتغير طبعا حسب المنافس اللي انت بتلعبه وحسب انت عايز ايميل ماتش طيب هنكمل كلامنا مع كابتة خالد لكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن اخر استعدادات او بداية استعدادات النادي الاهلي هتبدأ من غدا لمباراة الترجي في مباراة الاياب في الدور قبل النهائي لدور ابطال افريقية على قدم وساق يستأنف الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي تدريباته الجادة الاثنين على ارض ملعب مختار التتشي بالجزيرة وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة السويسرية مارسيل كولر المدير الفني للاهلي عقب وصول البعثة الى القاهرة في الساعات الاولى من صباح السبت الماضي عقب تحقيق فوز تاريخي على الترجي التونسي في عقداره بثلاثية نظيفة على ارض ملعب رادس مساء الجمعة الماضية ضمن مباريات اتهاب للدور قبل النهائي لبطولة دور ابطال افريقيا جاءت باقدام المتألق بيرسيتاو مسجلا هدفين ولا اروع فيما سجل الهدف الثالث الفولت العالي محمود عبد المنعم كهربا ووصل بهذا الهدف الى صدارة هدفي البطولة بالتساوي مع بيتر تشاوليلي مهاجم سانداونز ويستأنفوا لاعبو الاهل تدريباتهم الاثنين استعدادا لخوض مباراة الاياب امام الترجي مساء الجمعة المقبلة على ارض ملعب استاذ القاهرة في انتظار الفائز من الوداد المغربي وصانداونز الجنوبي افريقي خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب التي اقيمت في المغرب مساء السبت بالتعادل السلبي في المباراة التي شهدت طرد لاعبين من صفوف سانداونز ومن المنتظر ان يقوم السويسري مارسيل كولر على تصحيح بعض الاخطاء التي حدثت في مباراة الترجي الماضية وكذلك التركيز على علاج ظاهرة اهدار الفرص السهلة وتلاشيها وهو امر ضروري بالنسبة للجهاز الفني قبل خوض المباراة النهائية للبطولة الافريقية اهلا وسهلا بحضراتكم مر اخرى عزائي المشاهدين يعني عندنا بعض الاصابات يا كابتن خالد يعني عودة ربيعة عودة محمود متولي عودة عمر السلية كل هؤلاء اللاعبين هيبقوا موجودين ان شاء الله خلال الفترة جاءة هايبوا متاحين لان هما يكونوا اه اعتقد وجودهم هيفرق اه طبعا هيفرق ها هيفرق بس اللي بعيد مش يعني مش هيفرق في الماتش اللي جاي الماتش الترجي ده لي حسابات تانية هو ممكن الناس اللي بعيدة هتبتدي تخش على مراحل في ماتشات دوري التلاتة اللي غرا بعضا لكن الترجي لا الترجي اه مستر كولر انا من وجهة نظر لان كل المدربين الاجانب لما بيكسبوا بمجموعة معانة وبسيستم معينة بغيروش بيفضل عليه يعني بيفضل عليه مهما كانت النتيجة ومهما كانت الامور لا مش مهما كانت النتيجة طالما النتيجة كويسة مهما كانت النتيجة اصول انت كذبان فريق الترجي التلاتة صفر في تونس وبالتالي من الممكن اصلا انت دلوقتي عملت الروتيشن قبل كده في بعض اللاعبين في بعض المباريات الكبيرة ايه قبل كده وحالك بتقول ان احنا او لا يعني بعد مباراة الترجح ندخلنا على ثلاثة اربع مطشات ولا بعض قبل الانت شاء الله يعني لو ربنا كرمنا وصلنا المباراة نهاية هيبقى ثلاثة اربع مطشات في ظرف اقل من شهر بالزبط او لا يعني من 20 يوم كمان فبالتالي هتبقى في ضغطة شوية ايه هي دي بقى الوقت اللي يبتدي يدخل الناس او يريح الناس اللي هم ثلاثة مطشات الدولة اه طبعا احنا بكلم على مطش الترجح هيبقى صعب لان مثلا عمر السلية بقى له فترة بعيد ما ياخدش شوية لا ما ياخدش شوية عشان ما تظلموش عشان مصلحته هو ليه ده احنا كنا بنقول نامكن يعني مثلا في مطش الاخراني ده الترجي نتيجة ثلاثة صفر كان ممكن يحط عمر مثلا يباس يعمل يعني ياخد حساسية المطشات او يعني عشان عمر بقى له فترة هو مش عايز يدخل حد بقى له فترة انه برضو عينه على المطش اللي جاي يعني هو عينه على مطش يوم الجمعة فهو عايز يكمل بنفس المجموعة اللي بتلعب اللي هي سليمة مية في المية ما كانش عندها حاجة اصابة ولا مريحة ولا حاجة الفرص هتبتدي تتاخد من بعد مطش الترجي بإذن الله بعد ما نعديه هل ممكن نجد شريف قفشة اسماء اللي ما بتلعبش بقى لها فترة بس موجودة مش مصابة موجودة مع الفرقة ممكن نجد نجدهم في المباراة القادمة القادمة الترجي برضو شريف ممكن شريف ممكن بس مش من البداية ده برضو من وجهة نظر طبعا الكلام ده بستر كولر هو أضرب أحسن مننا كلنا بس احنا هو بنقول قراءنا انا شايف انه هينعب بنفس الناس ولكن شريف حيممكن يكون ليه دور ولكن مش من البداية بيبقى تغيير حيدي لك قوة برضو بشكل كبير قفشة بعيد لان حتى الماتش اللي فات لما هو فكر مستر كولر فكر فقندوسي فقفشة يبقى كده بعيد يعني هو هيكمل ممكن بعد كده ثلاث ماتشات بطوع الدوري اللي هما الفواري ما بينهم هتبقى قليلة ثلاث ايام واربعة ايام حيبتدي يريح الناس اللي هي اشتغلت بشكل كويس الفترة دي التقلق الغير عادي الحقيقة لمحمد الشناوي خلال الفترة اللي فاتت اعتقد له دور مهم جدا جدا في وصول النادي الاهلي حتى الان في الدور قبل نهاية طبعا محمد الشناوي اي حرس مرمى خمسين في المية من مستوى الفرقة في ايجادة حرس المرمى محمد الشناوي احسن حرس مرمى على المستوى افريقيا بيدي ثقة للعيبة بشكل رهيب جدا خط الدفاع واكيد انت يعني اكتر مني دراية بالخط الدفاع لما بيلعب وراه حرس مرمى هو متطمن له لا بيدي له ثقة بشكل كبير كدا سواء من ناحية التعليمات سواء من ناحية ثقة من ناحية انت انت مش قلقان على اللي في ظهرك في ايه انت عارف ان حتى لو اي غلطة هو بيشيلك بشكل ناوي بسم الله ما شاء الله وصل لمرحلة انا شايفه ان هو احسن فعلا حرس مرمى في افريقيا اخيرا انا كابتن خالد نصيحك ايه بقى الكولر وللعبين في مباراة في ظل هذا الضغط الجمعين ان المباراة سهلة وان المباراة انت كسبان ثلاثة وان انت مش عارف ايه وبتاع فالمباراة دي بالنسبة لك سهل تقول ايه في مثل هذا التوقيت لو انت المدير الفني للعبين ومع اللعبين كيفية تفكيره مزيد من التركيز مزيد من التركيز طبعا نسيان النتيجة الاولانية والماتش الاولاني احنا بنلعب شوت تاني نتيجته صفر صفر ننسى التلاتة صفر ونتيجة الماتش اللي في رادس نمر اتنين مزيد من الهدوء مزيد من الثقة مزيد من التحرك بدون كورة لان فرق افريقيا دلوقتي انت ممكن تتحك عليها كلما هتتحرك من غير كورة هتلاقي نفسك بتفضي نفسك وهتلاقي نفسك فاضي على طول فهننسى الماتش الاولاني وزي ما بقولك مزيد من الثقة تركيز استثمار الفرص الفرصة اللي تيجي في الماتشات الجامدة قدام الفرق الجامدة ممكن ما تتعوضش تاني فانا تبعنا بإذن الله التوفيق والمكسب اي منكم يا رب ان شاء الله انا بشكرك جدا يا كابتن خالد على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد جاد الله هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ايمان جيلبرتو وصابري سراج في ضيافة البيت شكرا جزيلا